بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مرحبا بكم المهم الفيديو اليوم هو الطمينة الفيديو هذا كنت حضرته قبل بأيام قبل مويد نبا وشريف ولكن معك كنت عيانة تعبانة ما قدرتش نزلو ما قلتكو ممن رايح ننزلو ونخليه معليش نغياني تخوتك كما يقولو المهم طمينة جبتلكم طمينة بزوج أنواع واحدة تقليديا اللي هي هذه الحمارة كما يديرو هنالزمان يحمر السميد وهذه اللي رايح يديروها كدوكة كتر من الحمارات عبكري هذي طمينة الصفرة اللي يديروها باللوز ومكسرات ومكسرات المهم نحن نبدأ في الوصفة كما راكو تشوفو هنا هنا لدي سميد متوسط اللي يجي شوية تحت المتوسط ماشي كما هذك اللي نديرو به المقروض كما راكو تشوفو هنا المهم هذي الماركة وريتها لكم اللي تحب تشريه ماركة زاكية يعني سميد شباب هنا يعني غربلته دائما نغربله السميد وفورته مهم قسمت على زوج فورت نص وبعد زيت فورت نص 10 دقائق ماشي خشين بزاف سميد اخذي 10 دقائق قدرتو هكذا في طرشو هنا نقيا وهنا راني نحطيته في جفنة ونخليه يبرد تماما قبل ما نحو نحمسه هنا خديت مقلة تكون خشينة وراني نحمس فيه على نار قليلا لا تديروش نار قوية وتقعدوا تعسوا فيه وتعسوا فيه حتى يجيكم اللون اللي حبيتوا هادية هادا سميدة طمينة الصفراء وهنا رايح ندير هذيك الحمراء كي كنت صفراء در الحمراء المهم يعني اللي بيزان بخطو انكم تحمسوا على نار قليلا بزا 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 وتقعدوا تتحركوا فيه ما تغفلوش عليه اذا هنا كما راكوا تشوفوا بعد ما حمست سميدة تاعي هذي الحمراء وهاذي الصفراء هنا تشوفوا الفرق بيناتهم هاي لك بينا واضحة نخليهم يبردوا مليح تاني قبل ما نروحون الخدموا طمينة المهم هنا عندي كاس صغير تاح الوطرك انا منديرش بالزاف حلوطرك ومانديرش بالزاف اللوز اللوز هنا يحمسته في الفوت حوالي خمسين غرام هنا بالنسبة لهذه الطمينة الصفراء نستعمل الزبدة اكثر من العسل بعكس تاح طمينة الحمراء هنا ندير كاس مع مضع الزبدة من الأحسن نستعمل الزبدة تكون من نوعية جيدة وهنا عندي العسل كاس ثاني بالصح نقصت منه حوالي 2 سنتيمتر هنا اللوز داعي بعد ما ارحيته كما راكم تشوفوا انا ارحيته مليح مليح منيش حاب يجيني هكا كيد ناكلوها ما يجينش نحسو ذاك اللوز في فمنا ما لازمش يطغى عليه المكسرات مهمني ما احبش يدير اللوز يدير كاوكا وديروا اي مكسرات يدير شرط اللوز انا احبيت برك مجرد شوية لوز ودرت ثانية لخلط فيها شوية عسل حر الكاس هذا تععم العسل نقصت منه وزدت لقصة عسل حر وقلت لكم الزبدة تكون كثير من العسل هنا اضعيت الزبدة تعدد برق لا يجب تغليها وهنا راني زدت عليها العسل اذا طمينا صفرها الزبدة تكون كثير من العسل تحكمون نفس الكاس تكيلوه به الملح الضبدة ملح يدخلوا بعضهم يعني يتمسدوا الزج مطوينين هنا خبطهم ملح 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 ما وردكمش كامل فيديو هنا زلت قرصات على الملح قرصات على الملح هذه جد مهمة تعدل من الضوء قرصات على الملح ملحات كامل في الحنويات مهم كما راكم تشوفوا ما زال نحرك والخالط ما زالوا سخول هنا زلت هذك اللوز تحركوا ملح 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 زبدة مع العسل حتى يدخلوا بعضهم باش ومبعدها كده هذك الزبدة ما يطلعش على العسل هنا راني زلت لها هذك الكس صغير حلوة تطورت هنا خيرو حلوة تطورت تكون هذك نوعية الطرية للدوب ماشي هذك اللي تكون تشد روحها بالنسبة للسميت قاعدوا تديرو بشوية شوية وتطورت المهم ما تكترش بزاف سميد لازم نخلوها تكون شوية تكون طرية لأنه سميد راح يتشرب واذا كان كترت لها سميد راح يجيكم تقيلة دونك طمينا ما لازمش تجي جريا وما لازمش تجي تقيلة ما هم تشوفوا أنا سميد حمست رطل رطل بصح ما درتوش كامل بقالي مو هنا كما يقولوا عينك ميزانك تشوفي هنا كما راكم تشوف هنا يمنزيد لهاش خلاص نخليها نغطي عليها ونخليات تشرب لي حبي يخليها من مصباح للعشية أنا خليتها للكامل كان عندي الوقت نجدتها بكري خليتها غطيتها وخليتها هنيا نجوزول طمينا الحمراء طمينا الحمراء كذلك هنيا طمينا الحمراء عكس طمينا الصفراء هنيا نستعمل العسل كتر من زبدة يعني هذك الكاس تعلعسل يكون معمر على زبدة والزبدة يكون ناقص دائما زو سنتيمتر يعني بنفس الكاس هنا راني صخنت الزبدة هنا كنت دوبتها وخليتها وعودتها تسخن غير يسخنه باكل العسل ما نجمش كامل يغليه إذا كان غلاء راح يجي تقيل وطمينات عكم مرحا ما تجيكمش يعني القاومتها ما يجيش مليح وما تجيش بنينة المهم هنا تاني خلط لها شيئ أس الحراء هذية يعني ستاكبت تسياري ولكن تعطي لها البنة الحق نفس الشير هنا راني حركتهم مليح 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 يعني خبط مليح ودرت لها قرصة ملح ما ننسوش قرصة ملح بالنسبة طمينات عزمال كانوا يجيوها بالحرور يعني اللي ما عندهاش الحرور زيت دير القرفة أنا هنا الصراحة ما عندهاش الحرور ودرت لها القرصة ودرت لها القرفة الداخل ونزيد نزينها ثاني قرصة هذا وش فيها الداخل وثاني نبقى نديروا السميد تعنا ونحركوا نحركوا 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 لازم تحركوا مليح مليح ما يعني عندهالوقت 11 دقائق أو يتحرك هذي هي لاستيوس تعطمينا باش تجينا طريق ومجيش يعني هاك ذاكت السميد يقعد يابس كما قادوا ناكله هنايا كما شفته مدرتش كاها ذاك سميد بيانسوق هنا خلاص سيبو نحب السريحة بعد ما خدمتها منيح خليتهم يرتاحوا لي لكام نفيزوج هنايا شوفوا غض من ذاك شوفوا طميناتاعي كيفاش تشربت وبقات اطرية شوفوا ما ما جاتش يعني جارية وما جاتش تقيلة ناشفة كامل هاكو كيما راكو تشوفو هنا ياراني فرقتها في الصوحون فرقتها في الطباصة وبيسور هي طمينا مليح كي تكون تتنكل شوية تياد كما قولوا شوية دافية اتقدرو انا سخنتها شوية شوية في ميكوروند ميمبا ثلاثين تانية يعني ميمبا تخونت سيكون جو سدفات شوية انو ما لازمش طمينا ما لازمش الطيب المهم لي تحب دا كلها دافية بكرين زمن شفاك انو يحكي هكا تروحي نفسها ولحاج يحطوها لك هكا كسخونات جي الله يبارك ما شاء الله زبدا حرة ولعسل الحر الله الله المهم هنجو زولت زين انا عندي هادو البوشوات عن المولد نبا والشريف شريتهم شريتهم البلاد را هم لي بوشوة الله يباركوا انواع واشكال هاي حا نزينها بشوية حلو التوق وهذا كل اللوز اللي نحيتهم حلو التوق اللي فيها فيها اللوز نحيت هادا كل اللوز قد نزين به وخلاص انا درت زين بسيط الحق ما نحبش نخلط بزا في الطمينا مهم انا نشوفه تزينة بالحلوة بالحلوة لدغاجي وهادي المهم كل واحد حريزي كما يحب بس حكي تجيم كي تكون مع مرات ولي طمينا تضغطها ما يبانش يعني لشعم تحك كما نقوله المهم هنا كما راكوا تشوفوها ولك زينت الطمينا هادي تخديسيونها كما بكر يعني غرب القرفة مثل الهوالو وهدية درت لها حلوة التوق سيرا دايرا مع هادوك حبيبة تعلوز وفيها باركا المهم نوري لكم هنا القاوة متحت بشجا وصدقوني جت بنينة بنينة بزاف ما جت شيابسة وجت خفيفة وماشي هاديك اللي ترفضيها وتسح ولا هاديك اللي جت قيلة تقيلة ناشفة المهم فيديو سمحوا لي ما قدرتش نزله في الوقت معليش يعني غياني تخوطها مهم الوصفة تكون في القناة ولي حبي يتفرج مرحبا به هذا هو قولكم يعطيكم صحة وانتلاقاوا في فيديو وحده اخو متنساوش اللايك والسلام عليكم اشتركوا في القناة